السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدقائي نشوف المعركة الطاحنة بين الشركات بفئة الأجهزة مع بين الـ 150 الـ 200 دولار كل شركة تحاول تبرز عضلاته لأن هذه الفئة تهم غالبية الناس اللي يدور تليفون رخيص وعملي وما يذي ميزانيتهم ولكن اليوم يوجد جهاز ممتاز جداً بهذه الفئة فذا نحن تشتري تليفون بحدود الـ 170-180 دولار نصحك نشوف هذا الفيديو وشوف هذا الجهاز ريدمي 1.12 راح تجيلكم كل ميزاته وكل عيوبه خلال تجربة الاستخدام وبعدها أنت قرر راح يفيدك الجهاز أو لا سونا لايك من إيدكم الحلوة للفيديو ويلا نبلش بدون ما أطاول عليكم أنا محمد وهنا نربيكم الفيديو اليوم راح أبدو ياكم ويا أكثر شي لفة انتباهي بهذا الجهاز هو تصميمه جميل جداً إذا تروح أسهل أي محل مبايلات وشوف هذا الجهاز معروض قبل راح أجذبك تصميمه تصميم أنيق مواد التصنيع اللي مستخدمه هناك بصراحة شي ممتاز ظهر الجهاز مات ما يخلي أثر بصمات أصابعك ويبقى الجهاز نظيف حتى ذا ما تستخدم الكفر السيليكون اللي موجود بالباكيت أيضاً الجهاز خفيف ومسكته حلوة بيدك تقدر توصل لكل أطراف الشاشة بيد وحده هذا اللون الصراحة جميل جداً من أحلى الألوان اللي موجودة بهذه السلسلة أكو بعض لون أبيض وبعض لون أسود لكن هذا اللون هو أجمل لون شفته بهذه السلسلة فنصها كذا تريد تشتري هذا الجهاز فاختار هذا اللون أعكيد كل واحد ذوقه لكن بصراحة هذا اللون أجبني كلش وبصراحة هذا من أفضل المباعلات اللي بهذه الفيه يجي بيجي خامات تصنيع ممتازة أداها أنه عندك مدخل سماعات الرأسات ومصم اللي موجود أيضاً مدخل شحن نوع تايب سي طبعاً أرفع القبعة شومي إنه ضافت إنه ميزة مقاومة رذاذ المي بمعيار الآيب 53 بيجي سعر بهذا الجهاز ما راح يصير شيبي أيضاً عندك هنا بصمة جانبية موجودة ويزر تصغير الجهاز أداء حلو مواجهة بطء أو تعليق أثناء الاستخدام ولكن نقطة التسويق الأساسية بهذا الجهاز هي شاشة رهيبة جداً اللي تخدمك بمختلف الأوضاع شوف واستمتع شاشة هنا عندك أموليد قياسة 6.67 إنج دقاتها Full HD Plus وكثافة بكصلاتها ممتازة 395 بكصل لك كل إنج ولها من هنا لديك تردد عالي 120 هيرتز بصراحة نشوف غالبية الأجزاء بهذه الفيه تجيك بتسعين فما دون لكن شاومي وفرد لك 120 هيرتز بهذا الجهاز فهذا راح يخلي عندك السكرولينج وتصفح سلس وسريع جداً والشيء أيضاً اللي ما يشوفه بسعر هذا الجهاز هو سطوع الشاشة الرهيب 1200 شمع يعني تطلع بره البيت بالشمس ورح تقدر تشوف محتوى الجهاز بصراحة خلال تجربتي هذه هي واحدة من أفضل الشاشات اللي جربتها بهذه الفيه الموانها مشرقة والزوائل مشاهدة بها حادة والسوادات عميقة وأيضاً استقلال الحواف ممتاز باستثناء الحافة أسفل الشاشة اللي ما أخذ شوية حيز من الواجهة الأمامية عداها عندك طبقة حماية على الشاشة صح من جيل قديم لكن تحميلك الجهاز من الشخوط مثلاً خالد تليفون بجيبك خالد تليفون على تليفون راح تحميلك يا هذي الطبقة ملاحظة اللي شفته هنا أنا على الجهاز إنه عندك سماعة أوحدة مونو أسفل الجهاز ما عندك سماعة استيريو أتمنى شاومي يتحسن هذا الشيء بالأجيال القادمة لأنه شفنا المنافسين حالياً تقدمون سماعات استيريو بمثل هذا السعر لكن بشكل عام الصوت يعتبر جيد وعالي لكن أفضل يكون الصوت مجسم ويطلع من السماعتين حتى تكون التجربة أفضل وأحلى طبعاً شغلة ثانية عجبتني بالجهاز هي بطارية هنا عندك بطارية عملاقة ساعة 5000 ملي أمبير تدعم شحن سلكي سريع بقدرة 33 واط وهذا الشيء بصراحة ممتاز لأنه غالبية المنافسين اللي موجودين قدموا لك شحن أقل أو سعر ضعف هذا السعر على سبيل المثال سلسلة الأي الجديدة اللي نزلت بالسوق أي 34 والأي 54 قدموا لك أقصى شحن 25 واط حتى الشحنة موجودة بباكيت لكن هذا الجهاز قدم لك شحن 33 واط هذا اللي يشحن لك بطارية من صفر إلى 100% خلال ساعة ساعة إلا شوية خلال استخدام التلفون أقدر أقول لك أنه طوال ويايا تقريباً بالاستخدام مكثف 9 ساعات لكن باستخدام توسط ودعمة تستخدمه بكثرة مثلاً تصفح سوشال ميديا تلعب ألعاب خفيفة أضمن لك أنه تقدر تعبره وياك اليوم بدون ما تشحنه هسني جعل أداء بصراحة هذا الجانب لا أطعفني موجود بهذا الجهاز صح شاومي استخدمت أحدث معالج موجودة من كوالكوم بالفير اقتصادية له سناب دراجون 685 وليه عمارية 600 متر واستهلاك للطاقة ممتاز جداً ومعالج رسومي للأديرينو 619 بصراحة الجهاز بالاستخدام اليومي يقدم لك أداء ممتاز لكن للألعاب ما رح يكون مفيدة للمعالج الرسومي هنا رعيف جداً طبعاً اختبرت الجهاز منصة اختبار الأداء لانتوتو حقق ما يقارب 318 ألف نقطة هذا الرقم يعتبر جيد بالنسبة السعر أيضاً الجهاز هنا يجيك مدعوم برام 8 جيجا بايت وياها تقنية توسيع الرام إلى 3 جيجا بايت بحيث يوصل عندك الرام إلى 11 جيجا بايت أيضاً عندك مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت عداها عندك دعم أضافة مدخل البطاقة الذاكر خارجية أستأكيد رح تسألني شون أداء الجهاز هذا بالألعاب اختبارتها بصراحة بمجموعة من الألعاب مثل PUBG و Call of Duty طبعاً هنا تقدر تلعب PUBG بأعدادات سرسل وفريم ريت عالي وتوصل عندك معدل فريمات 30 فريم بالثانية ولكن من ترفع الأدادات هنا متوسطة أعلى شيء يدعمها الجهاز رح تنخفض عندك الفريمات إلى 27 و 28 فريم على الأكس من لعبة Call of Duty اللي من تلعبها بأعدادات متوسطة وفريمات عالية رح تحصل على 60 فريم تقريباً خلال اللعبة وشيفيتها بصراحة أسلس وأحلى وأنعم خلال اللعب من PUBG موبايل طبعاً هنا مثل ما قلت لك إنه استهلاك البطارية ممتاز ما فهم استهلك عندي جهازة هواية أيضاً حرارة الجهاز هنا مرتفعة بشكل كبير آخر جانب رح نصرف أنه هو الكاميرات هنا عندك 3 كاميرات بالظهر أهم كاميرا موجودة هي الكاميرا الأساسية دقة 50 ميجابيكسل الكاميرا هي تقدر تعتمد عليها بالليل وبالنهار تنطيك صور ممتازة بدانة ميكريجة ممتاز ونتاج اللي حصلتها من هذا المتحسس بصراحة ممتازة مقارنة بالقيمة اللي يقدم لياها أيضاً عندك كاميرا الترواج دقة 80 ميجابيكسل وبزاوية تصوير 120 درجة تنطيك نتاج محترمة إذا ما قررناها ويسعر هذا الجهاز وكاميرا أخيرة دقة 2 ميجابيكسل للماكرو كاميرا خلفية تقدر تصولك فيديوهات بدقة 1080 بسرعة 30 فرام بالثانية أما هذا السيل فيه هي دقة 13 ميجابيكسل تلطيك صور جميلة ومقبولة بهذا السعر أصدقائي الجهاز حالياً بتوفر بالسوق نسخة 828 جيجابايت بسعر 169 دولار يعني تقريباً ما يعادل 245 ألف دينار عراقي الجهاز يقدم لك شاشة ممتازة تصميم جميل ومعود تصنيع خرافية بطارية عملاقة لكن الجانب الأضاف عندك الأداء أيضاً سماعه واحتمونه وليس استيريو لكن بقية الجوانب اللي ذكرتها وكل ميزاته وعيوبة هاي قدامكم إنتوا شون رأيكم هذا الجهاز وشون رأيكم من وصفاته وسعره أحب اسمع عراقكم وصندع تأليقاته هذا كل ما عليكم فيديو اليوم ولا تنسون التابعوني على كل منصاتنا موجودة كل روابط والوصف أسفل هذا الفيديو ولا تنسون من اللايك والاشتراك وشاركو الفيديو واصدقائكم حتى يستفادون أتمنى استفاديتم من هذا الفيديو واشوفكم في الفيديو القادر تحياتي لكم في أمان الله